اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا حول خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يرويها الإمام الصادق عليه السلام وقد رواها الكليني في باب جوامع التوحيد هذه الخطبة تتضمن عيون المسائل التوحيدية وقد ذكرنا في الحلقات الماضية شطرا من هذه الخطبة المبارك وأما تتمت هذه الخطبة يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أزله نهية لمجاول الأفكار ودوامه ردع لطامحات العقول قد حسر كنهه نوافذ الأبصار وقمع وجوده جوائل الأوهام إلى آخر الخطبة بيان هذه المقاطع من هذه الخطبة المباركة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يحد بحد والإنسان محدود محدود في جسمه الإنسان محدود في عقله محدود في فكره محدود في خياله وحيث أن الله سبحانه وتعالى غير محدود بحد لا يمكن للإنسان الذي هو محدود بالحدود أن يصل إلى كنه ذات الرب سبحانه وتعالى لأن المحدود لا يمكن أن يحيط باللا محدود والمثال الذي يمثل عادة لتقريب العمر إلى الذهن إذا هناك إناء صغير هل يمكن لهذا الإناء الصغير أن يحيط بمياه البحار والمحيطات كلا لماذا؟ لأن وجوده محدود فلا يمكن أن يحيط بمياه البحار والمحيطات التي هي أكبر منه ولو هي محدودة أيضا والنسبة بيننا وبين الرب أكثر من هذه النسبة بين الإناء وماء المحيطات لماذا؟ لأن ماء المحيطات محدودة والإناء محدود لكن الإناء محدود أصغر ومياه المحيطات محدود أكبر أما بالنسبة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فنحن محدودون والله سبحانه وتعالى لا محدود في وجوده وفي صفاته الذاتية فلا يُعقل أن يحيط المحدود باللا محدود لا إحاطة جسمانية لأن الله ليس بجسم بل الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء وكان الله بكل شيء محيطة من حيث العلم والقدرة أحاط بكل شيء فكل شيء يعلمه وقدرته نافذة في جميع الأشياء وكذلك من حيث العقل ومن حيث الخيال الآن الإنسان له قوة خيال يمكن أن يتصور أشياء ليس لها واقع وقدرة خيال الإنسان هي أوسع قوة الإدراك الباطني الإنسان إلا قوة إدراك باطنية خيال الإنسان أوسع تلك القوة إذا قد يتخيل أشياء لا حقيقة لها لا وجود لها وخيال الإنسان قابل لأن يتوسع لكن مع ذلك يبقى محدودا حتى بالنسبة إلى المخلوقات يعني كمثال على ذلك أنت انطلق بخيالك في هذا الكون الوسيع كلما تتخيل العلم يكتشف بعد ذلك أن ما هو الحقيقة أوسع من خيالك الناس قبل العلم الحديث في الفلك كانوا يتصورون أن هناك أفلاك مثلا تسعة وهذه النجوم مثلا هي في فلك واحد يعبر عنه بالفلك الأطلس الفلك الأول مثلا فلك الزهرة أو أطارد الفلك الثاني فلك المريخ مثلا فلك الرابع الشامس الأرض فلك القمر حسب ما كانوا يزعمون إلى أن يصلوا إلى فلك الأفلاك أو الفلك الأطلس الذي يحتوي على النجوم مثلا لكن بعد ذلك العلم الحديث اكتشف لا العالم أوسع مما يتصورون كانوا يتصورون وكلما أجهزة العلم الفلك تتطور أكثر الاكتشافات تكثر فيكتشفون حقائق لم تكن في الخيال أصلا وحتى الآن يقولون نحن لا يمكن لنا أن نتصور نهاية الكون لماذا؟ لأن الكون أوسع من قوانا الخيالية إذا في المحدود خيال الإنسان لا يتمكن من استيعابه فكيف بالله محدود؟ لا يتمكن خيال الإنسان من الوصول إلى كون هو حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وقد ذكرنا في حلقة ماضية أن الإنسان كلما تصور هذا التصور صورة في ذهنه عن الله سبحانه وتعالى هذه الصورة الذهنية تغير الرب الله سبحانه وتعالى ليس مثل هذه الصورة التي في ذهن الإنسان لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء فكلما خيالك توسع وتصور شيء عن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يغير هذا الخيال لأن هذا الخيال مخلوق وفي ذهنك مخلوق بسبب ذهنك أو الحديث الشريف كلما توهمتموه بأدقه أذهانكم مضمون الحديث فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم لا يشابه الرب لأن الله ليس له شبيه حتى الصور الذهنية لا تشابهه فهذا المقطع من كلام أمير المؤمنين إشارة إلى هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لأنه هو القديم فهو لا حد له من أي جهة من الجهات وحيث إنه لا حد له لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة ذاته نعم نحن ندرك بأنه موجود لذا نؤمن به ندرك بأنه يتحلى بصفات الكمال وأنه منزه من صفات النقص لكن حقيقة هذه الأمور لا يمكن لنا أن ندركها حقيقة وجوده لا ندركها حقيقة صفاته الذاتية لا ندركها إذا الأمير عليه السلام يقول أزله لأنه هو أزلي يعني لا بداية له ليس معلولا لا خالق له فهذا يقتضي أن يكون وجوده ضروريا واجب الوجود حسب ما يعبرون وإذا كان وجوده ضروريا فهو غير محدود بحد لأن الحد إنما يكون في الأجسام وإذا كان جسما صار محتاجا بتفصيل قد مر فيما مضى فإذن هو غير محدود إذا كان غير محدود أنا المحدود لا يمكنني أن أحيط باللا محدود أزله نهية يعني منع لمجاول الأفكار مجاول اسم مكان جامع مجول أو مجول يعني مكان الجولان هل أفكارنا أذهاننا تتمكن من أن تصل إلى حقيقة ذات الله بأن تجول في هذا المضمار؟ كلا ودوامه ردع لطامحات العقول الفكر لا يصل الخيال لا يصل العقل يمكن أن يصل إلى حقيقة ذات الله لأن العقل غير الخيال الخيال قوة من قوة الإدراك الباطني والعقل قوة أخرى من قوة الإدراك الباطني هل العقل المرتفع؟ بعض الأحيان العقول تكون متدنية لا العقل الطامحة يعني المرتفعة العقول الدقيقة عقول الفلاسفة هل يمكن أن تصل إلى حقيقة ذات الله؟ كلا لماذا؟ لأنه أزلي الشيء الذي هو أزلي وهو أبدي لا بداية له ولا نهاية له ليس محدودا فلا العقل يصل إلى حقيقته كنه الحقيقة ولا القوة الإدراكية الأخرى ودوامه يعني أبديته أنه الآخر لا نهاية له بالذات ردع لطامحات العقول طامحات يعني مرتفعات يعني للعقول المرتفعات والحاصل أنه وجوب وجوده بحيث أنه لا بداية له لأنه وجود ضروري ولا نهاية له لأن الوجود الضروري يستحيل عليه العدم سرمديته بعبارة أخرى سببت أن لا يكون محدودا وإذا لم يكن محدودا فالمحدود بعقله بسائر القوة لا يمكن أن يدركه إذا الإنسان لا بعقله لا بخياله يمكن أن يدرك هل يمكن بحواس أن يدركه كلا لأن الحواس إنما تدرك الأجسام والرب جل وعلا ليس بجسم لذا الإمام يقول قد حسر كنهه نوافذ الأبصار نوافذ الأبصار من إضافة الصفة إلى الموصوف يعني الأبصار النافذة أنت كلما كان بصرك قويا يمكن أن ترى الرب سبحانه وتعالى كلا لماذا؟ لأن الرب يتعالى عن أن يراه لأنه ليس بجسم قد حسر يعني قد أتعب ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير يعني تعبان قد حسر كنهه يعني أتعب كنه الرب نوافذ الأبصار يعني الأبصار النافذة كما في هذه الآية الشريفة في سورة الأعراف حينما قوم موسى طلبوا من موسى أن يريهم الرب فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون في سورة أخرى غير سورة الأعراف لكن أصروا على موسى أنه إذا ذهب إلى الطور أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريهم نفسه فموسى ما استجاب لطلبهم فقال لهم إنكم قوم تجهلون لكن حينما ذهب إلى الطور الله سبحانه وتعالى قال لموسى كما في الأحاديث إن بني إسرائيل طلبوا منك طلبا أنت وصل الرسالة فموسى عليه الصلاة والسلام وصل الرسالة لتعبير أرني أنظر إليك لا أن موسى كان يعتقد بأن الله يمكن أن يرى كلا موسى نبي من أنبياء الله من أنبياءه للعزم وهؤلاء في قمة الكمال والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وإنما هذا كان إبلاغ لرسالة قومه الآية من الآيات المتشابهة التي فسرها الراسخون في العلم رب أرني أنظر إليك هذا استجابة لطلب قومه وبعمر الله سبحانه وتعالى حيث أمره أن يوصل رسالتهم قال لن تراني إذا أنت موسى النبي المقرب لا تراني فأولئك وفيهم الفسق والفجر لا يمكن أن يرون الله أن يروا الله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعق أنت كإنسان لا يمكن أن تنظر إلى بعض الأنوار المادية بعض الأحيان النور المادي إذا كان قويا جدا الإنسان يصاب بالعمى الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سلط نورا من الأنوار المخلوقة الأنوار القدسية كما في بعض التفاصير على الجبل الجبل المادي انهار جعله دك وموسى عليه الصلاة والسلام أغمي عليه يعني الجبل الذي هو حجر إذا يتفتت أمام هذا النور العين بطريق أولى لازم تتفتت لكن الله سبحانه وتعالى حفظ موسى عليه السلام لكن أغمي عليه لأنه لم يكن يتمكن من رؤية ذلك النور هذا النور مادي مخلوق فإذا أنت لا تتمكن من رؤية هذا النور المادي المخلوق فكيف يمكن أن ترى الرب سبحانه وتعالى وهو خالق ذلك النور وقد مر فيما مضى شرح حديث مفصل أن الإنسان لا يمكن أن يرى الشمس مع أن الشمس مخلوق من مخلوقات الله وهناك أنوار مادية أكبر من الشمس هناك نجوم هذه النجوم ألف ضعف أكبر من الشمس بعضها مليون ضعف أكبر من الشمس الشمس الإنسان لا يتمكن من رؤية نورها إذا خمس دقائق الإنسان يحملق في الشمس يصاب بالعمى فكيف يريد أن يرى الرب الذي هو خالق هذه الأنوار فلذا الإمام يقول قد حسر كنه نوافذ الأبصار حقيقة الرب تتعالى عن أن يتمكن أحد من رؤيتها لأن الرؤية إنما هي تنحصر في الأشياء المادية بعض الأشياء المادية وهناك أشياء مادية لا نراها أيضا أشياء مادية لا نراها هذه الأمواج الصوتية الأمواج الإذاعات أمواج التلفزة هذه لا نراها بعيوننا مع أنه مليئة الآن في عالم اليوم في كل مكان الأمواج المختلفة مليئة لكن لا تراها العين مع أنها أجسام مادية لكن أجسام مادية لطيفة وقمع وجوده جوائل الأوهام بالوهم تتمكن أن تتجول لكي تصل إلى كون حقيقة الرب سبحانه وتعالى كلا هذا مقطع من الخطبة الشريفة ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين جوانب أخرى من جوانب التوحيد يقول فمن وصف الله فقد حده إذا أنت تصف الرب بما لا يليق به الله يقول فسبحان الله رب العرش عما يصفون كانوا يصفون الرب أن له زوجه بأن له ولد بأن له بنات وأمثال ذلك من الأوصاف إذا أنت تصف الرب بهذه الأوصاف فقد جعلت له حدودا يعني لو له زوجه والعياذ بالله من هذه الكلمة التي كان يقولها المشركون لو له زوجه فإن وجوده يكون محدود يعني ينتهي إلى حد من ذلك الحد يبدأ وجود الزوجة فصار محدود وإذا صار محدود إضافة إلى جهات أخرى يكون محتاج وإذا صار محدود فلماذا هو الرب وسائر المحدودات ليس هي الرب فما هو أولويته والربوبية بالنسبة إليها وكذلك إذا له ولد وإذا له بنت مثلا فمن وصف الله بأوصاف لا تليق به أما إذا وصف الإنسان الرب بأوصاف تليق به التي وصف بها نفسه كأن تصفه بالعلم أن تصفه بالقدرة أن تصفه بالحياة هذه في صفات الذات أو أن تصفه بالرحمة تصفه بالرزق هذه في صفات الفعل فهذه أوصاف وصف الله بها نفسه وهذه تليق به ولا تكون سببا لحده يعني عندما تقول الله عالم العلم ليس حدا لله وإنما العلم عين ذات الله عندما تقول الله الرزق الرزق ليس حدا لله وإنما هو فعل يصدر عن الله سبحانه وتعالى لعلمه وقدرته واختياره فهذه الأسماء الحسنة ليست حدا لله لكن الوصف بالولد بالزوجة بالبنت أو بالأوصاف غير اللائقة بأنه مثلا ينزل نزولا حقيقيا وأنه جالس جلوسا حقيقيا بعدم فهم معاني الآيات الشريفة المتشابهة وعدم الرجوع إلى الراسخين في العلم في فهم هذه الآيات كل تلك تسبب أن يحدون الرب سبحانه وتعالى مثلا أولاء المجسمة يقولون كما الآن يقول الإمام في خطبته أن الرب سبحانه وتعالى جالس على العرش جلوسا حقيقيا وليس بمعنى استوائه على الملك وعلى هذا الكون أجمع إذا هو جالس جلوس حقيقي والعرش احتوى على الرب فالعرش مخلوق أحاط بالخالق مع أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من المخلوقات ومعنى ذلك أنه في مكان والمكان حاجة يعني الإنسان يحتاج إلى مكان فإذا الرب جالس على العرش معنى ذلك أنه هو في مكان فاحتاج إلى المكان مع أن المكان مخلوق له والمحتاج لا يمكن أن يكون هو الرب لماذا؟ لأنه إذا احتاج إلى شيء فلابد من أن يكون هناك شيء يرفع تلك الحاجة إذا ذلك الشيء هو شيء أزلي ومالك لهذه الصفة الذي هذا غير مالك له فيعطيه فذاك هو الرب لا هذا العاجز الذي احتاج إلى غيره وإذا ذلك الذي له هذه الصفة هو مخلوق فهذا مستحيل لأنه إذا فرض أن الخالق نعوذ بالله يحتاج إلى شيء فكيف إذا خلق شيء أن يعطيه ذلك الشيء وهو فاقد له وفاقد الشيء لا يعطيه إذا أنت فاقد المال كيف تعطي المال لغيرك حتى ذلك الغير بعد ذلك يرفع حاجتك المخلوق لا يستحيل أن يرفع حاجة الخالق فالخالق لا يكون محتاجا أصلا إلى مخلوقه فإذن إذا أنت قلت بأن الرب محدود بأنه في مكان بأنه في زمان وأمثال ذلك من الأوصاف الذي توجب الحد في الرب هذا يستلزم التجسيم لأن الأجسام هي المحدودة والتجسيم يستلزم الحاجة فلابد من أن يكون هناك شيء يرفع تلك الحاجة فإن كان غير مخلوقا وواجدا وغير محتاج فهو يكون الرب لا هذا المحتاج وإن كان مخلوقا فهو لا يمكن أن يرفع حاجة خالقه لأنه فاقد الشيء لا يعطيها المخلوق لا يمكن أن يمتلك صفة هذه الصفة لا تكون في خالقه لأنه في كل وجوده يستمد من خالقه فكيف يكون له صفة لا توجد في خالقه الخالق أعطاه تلك الصفة مع أنه والخالق لم يمتلك تلك الصفة وهذا محال فإذن إذا حددت الرب جعلته جسما وإذا جعلته جسما جعلته محتاجا وإذا كان محتاجا فيستحيل أن يكون هو الرب إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فمن وصف الله فقد حده الوصف بالولد بالزوجة بالبنت وأمثال ذلك من الأوصاف التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى ومن حده فقد عده إذا صار محدود يصير جسم والأجسام بعضها تشبه البعض الآخر فهذا جسم وذلك جسم هذا شخص وهذه زوجته هذا شخص وهذا ابنه فدخل في ضمن العدد والذي يدخل في ضمن العدد إنما هو الأجسام سواء الأجسام الكثيفة أفرض مثلا أشجار واحد اثنين ثلاثة أو الأجسام اللطيفة مثل الملائكة والجن أو الأجسام التي هي يعبر عنها بالوجود الذهني لأن هي أيضا الوجود الذهني تموجات البعض يتصور أن الوجود الذهني هذا ليس ماديا وهذا ليس بصحيح لأن ما في ذهن الإنسان أمواج هذه الأمواج هي مادية لكن أمواج لطيفة كما الأمواج في أمواج الإذاعة والتلفاز وما إلى ذلك هي أجسام لكن أجسام لطيفة كالنور النور هو جسم لكن جسم لطيف لذا الإمام يقول وَمَنْ عَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ يعني جَعَلَهُ جِسْمًا وَجَعَلَهُ مَعْدُودًا ضمن العدد واحد اثنان ثلاثة وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى واحد لكن لا بتأويل العدد مو أنه ضمن بقية الأشياء بحيث يقال واحد اثنان ثلاثة وإنما الله سبحانه وتعالى واحد بالوحدة الحقيقية الذي ليس كمثله شيء ولا يعد مع الآخرين ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله لأنه إذا صار جسم يصير محتاج فلا يكون أزليا وإذا لم يكن أزليا يحتاج إلى خالق فلا يكون الخالق يعني هؤلاء مثلا الكفار الذين يزعمون مثلا هناك آلهة خلقتهم هذه الآلهة لا يعتبرونها أزلية فإذا تحتاج إلى من يوجدها فإذا احتاجت إلى من يوجدها فصارت هي مخلوقات أيضا ليست آلهة مخلوق نعم قد تقول هناك مخلوق أقوى من مخلوق كما أن الرجل أقوى من الرضيع لكن هذا ليس بمعنى أن أحدهما خالق والآخر مخلوق أحدهما إله والآخر معلوه كلا ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال أين فقد غياه السؤال عن المكان تقول أين الله يجي المجسم يقول الله سبحانه وتعالى جالس على العرش هذا محدود يصير لأن العرش مخلوق وإذا كان العرش مخلوقا فهو محدود ليس غير محدود محدود إذا كان محدود فجلوس الرب عليه إذا كان بمعنى الجلوس الحقيقي كما يزعم هؤلاء المجسمة معنى ذلك أن الله محدود فإذا كان محدودا كان جسما وإذا كان جسما احتاج إلى خالق فلا يكون هو الرب والرحمن على العرش استوى يعني سيطر على الملك لا بمعنى الجلوس الحقيقي ومن قال أين فقد غياه يعني جعل له غاية يعني جعله محدود بحدود مكانية ينتهي وجوده عند تلك الحدود ومن قال على من فقد أخلى منه يقول الرب على أي شيء هل على العرش أو على السماوات السابع مثلا ثم بعد ذلك يأتي يستدل بآيات متشابهة فقد أخلى منه معنى ذلك أنه لا يوجد في بعض الأمكنة إذا قلت أنه في مكان يعني معنى ذلك أنه ليس في مكان آخر مع أن الرب خالق للمكان فيستحيل أن يستوعبه مكان أن يحيط به مكان بل هو قد أحاط بالأمكنة بالأزمنة بعلمه وقدرته ومن قال على من فقد أخلى منه لأنه إذا شيء كان على شيء معنى ذلك أنه لا يوجد في التحت والغريب أن هؤلاء المجسمة يقولوا نحن الظاهريون نتمسك بظواهر القرآن زينا سيتركون الآية التي تقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هناك أكو آيات متشابهة نترك هذا الأمر نأتي ونسألهم الرب سبحانه وتعالى يقول ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم في آية أخرى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كيف تفسر هذه الآيات تضطر أن تقول أن هذه تعابير كنائية ليس بمعنى أن الرب يترك العرش يأتي ويجلس مع هؤلاء مثلا الذين يتناجون مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أنه دائما يكون داخل في جسم الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما تفسر هذه الآيات بأنها معانيها كنائية كذلك الرحمن على العرش استوى أيضا معناه كنائي كلها إشارة إلى إحاطة الرب سبحانه وتعالى بكل الوجود من حيث العلم ومن حيث القدرة لا بمعنى أنه في مكان لأن المكان مخلوق أو ليس بمخلوق مخلوق إحنا نترك الأدلة العقلية نأتي إلى الأدلة النقلية المكان مخلوق زين هل يعقل أن المكان المخلوق يحيط بالخالق والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وكان الله بكل شيء محيطة أنت تقول أنه جالس على العرش فالعرش محيط به تقول أنه ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا في ليالي الجمعة فمعنى ذلك أن السماء الدنيا وهي مخلوق أحاطت به مع أن الآية تقول وكان الله بكل شيء محيطة بالعكس الله هو محيط بكل شيء بعلمه وقدرته لا بالمعنى المكاني فإذن لا يعقل أن يكون الرب في المكان لا يعقل أن يكون في الزمان لأن الزمان مخلوق له كذلك فهو خارج من الزمان خارج من المكان لا بمعنى مباينة وإنما بمعنى أن الزمان والمكان لا يحيطان به وإنما هو الذي بعلمه وقدرته يحيط بالأزمنة والأمكنة وبكل الوجود إلى هنا تنتهي هذه الخطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ننتقل إلى كتابة للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كتب إلى أحد أصحابه أيضا في جوامع التوحيد إن شاء الله نترك ذلك إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر